بعد تحقيقات استمرت ستة أشهر قامت بها الشرطة البريطانية لتحديد المتورطين في حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سولزبري كشف الإدعاء العام البريطاني عن هوية شخصين يقول إن لديه أدلة كافية لتوجيه التهم إليهما من الواضح أنه من المصلحة العامة توجيه تهم إلى إليكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف وهما مواطنان روسيان متهمان بالتآمر لقتل سكريبال ومحاولة قتل يوليا واستخدام غازي نوفيتشوك المشتبه بهم اللذان تعتقد الشرطة أنهما يحملان أسماء مستعارة تقول إنها أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية في حقهما في وقت ترفض فيه موسكو ترحيل مواطنها لمواجهة القضاء في الخارج كما أكدت الشرطة أن لهما علاقة بحادثة تسميم المواطنين البريطانيين غير بعيد عن مكان تسميم سكريبال وبناء على المعلومات الاستخباراتية خلصت الحكومة البريطانية إلى أن الاستخبارات الروسية تقف وراء الهجوم على أراضيها فرئيسة الوزراء البريطانية التي دعت إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن لإطلاع أعضائه على هذه التطورات ظلت توجه أصابع الاتهام إلى روسيا في الوقوف وراء الحادثة خلصت الحكومة إلى أن الذين تمت تسميتهما من قبل الادعاء العام هما ضابطان في خدمة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية وهي منظمة شديدة للانضباط ولديها سلسلة تحكم جيدة لذا فإن هذه العملية لم تكن مارقة إنه من شبه المؤكد أن الموافقة عليها تمت خارج جهاز الاستخبارات على أعلى مستوى في الدولة الروسية وأصرت رئيسة الوزراء البريطانية على اتخاذ كل الخطوات بهدف اعتقال المواطنين الروسيين في حال سفرهما خارج روسيا يبقى إذن معرفة ما إذا كانت ماي ستتمكن من حجد الدعم الدولي كما فعلت في الأشهر الأخيرة لمعاقبة الروسي مجددا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر